دكتور إيمان أول حاجة إيمان عايزة أقول لها لأن أنا بتبعتلي السؤال ده كتير قوي طول الوقت أنا عايزة نظام غذائي هو مش مؤثر عشان شغلها طول يوم هي بتشتول لا هي أصلا أنا بس اللي عايزة أفاهمه أن الناس مفيش حاجة اسمها أنا هدي نظام غذائي عام حتى لو أي حاجة هتمشي أي نظام غذائي هتمشي عليه أو الأسبوع هتخس أو الأسبوعين هتخس بعد كده جسمك هيوقف فاهم أنت دي لازم كل واحد ليه نظام معين كل واحد على حسب نومه وصحيانه والحركة بتاعته وحالته الصحية إيمان دي ممكن يكون عندها أنيميا ممكن يكون عندها أي مشاكل صحية بتمنعها من النزول في الوزن أو في بتعمل إعاقة أن هي مش قادرة تنزل أو بتزودها في الوزن فاهم أزيق يعني نظام عامل لكل الناس أنت مش مع الفكرة ما ينفعش كل واحد في حاجة كده في مقول اسمها يعني مفيش دايت واحد هو مش فستان بمطاط هيلبس المقسات كلها فاهم قصدي هو مفيش ما ينفعش شخص واحد أو نوع دايت واحد يتماشى مع كل الأشخاص كل واحد دي الكيس بتاعته المعينة لازم يتعمل لها تحاليل لازم يتشاف أسباب حاجات history كتيرا جدا بنقعد نبص عليها مع بعض عشان نوصل للسبب ونوصل لأن احنا هنعمل ليه عشان تقدر تكمل عليه طول حياتها ممكن نتكلم في سلوك عام هي ممكن تعمل إيه؟ سلوك عام إن أنا أهم حاجة بسلوك عام إن أنا أهم حاجة بسلوك عام إن أنا تشتغل طول الوقت وطول الوقت بره وده ممكن يأثر على التزامها بالنظام الغازي البلانيج إن أنا أعمل البلانيج أبلان اليوم بتاعي أبلان الأسبوع بتاعي إن أنا أحضر حكتي من بالليل لأن الناس اللي بتشتغل طبعا ما عندهش وقت تعمل أي حاجة أسرع حاجة بتكون ليه لانش بوكس ما ياخد لانش بوكس تاخد لانش بوكس ما تحضر من بالليل تحضر حاجتها من بالليل وجبة الفطار تفتر في البيت قبل ما تنزل تاخد معها سناكس في الشغل قادرة تاخد وجبة غدا ما فيش مشكلة والكميات لازم تتحدد يعني ما فيهاش قاعد أكل طبق سلطة قد كده هي في الأول في الآخر برضو هي كالريز دخلة فعش قاعد أكل طبق مكارونا ورز قد كده لازم هي تكون ماشية على سيستم على حسب طبعا حاجات كتير قوي بنشوفها ولازم تشرب ميا لازم تكون بتنام كويس لازم تكون عندها ما عندهاش سوء تغذية أو أي نقص في فيتامين أو معدن بيأثر في حاجات كتير قوي طيب ده ممتاز